اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا بشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري حالك دي ده النهارده من برنامجنا الشهير اكلة امي النهارده المطبخ سمك ولما نقول سمك يعني هنعمل بترية مميزة طبق مكرونة بالجنباري والجنباري ده جنباري لحم الكمية حسب رغبة افراد الاسرة صغير او كبير ومعنا كمان الفليل بيكاتا السمك هنعمله بالليمون ده طبقا مشهور في بعض المطاعم ازاي نعمل السمك الفليل بيكاتا بالليمون او بالزبدة حاجة لطيفة وجميلة ولكن خلونا نتكلم عن لما نعمل اكلة سمك احنا لما بنعمل السمك بنخرج برا الروتين اللي هو مشوردة اللي هو مقلي اللي هو كوزبارية الحاجات الجميلة الاولاد بيحبوا الجنباري مايحبوش السمك يا مامي انا مش باكل السمك فلما نعمل له مقارونا بالجنباري وتاخد جبنة او ما تاخدش اكيد هي فيه تفاصيل في الاكلة دي هتعجب ولادك كمان السمك الفليه لازم يكون خالي من الشوك او الحسك ازاي نعمله البكاتا بالليمون اما المفاجأة النهاردة بقى معنا اسموز عصير السعادة عصير الرشاقة اللي هو اسموز الموز بالطمر والعسل اكيد الموز مش محتاجين نتكلم عنه غاني بالبوتاسيوم الطمر القيمة الغذائية عالية جدا وسعارات حرارية العسل غاني عن التعريف التلاتة هيجمحهم تلج وحليب وليبقى السموز بتاعنا لطيف وجميل بيناسب كل افراد الاسرة الصغير والكبير مش هستور لحضراتكم لانه عند تفاصيل كتيرة في الحالة النهاردة اي نعمل ماتيريا البسيط وسهل ولكن الخبرة العلمية والطهوية هنا طبعا هيكون لها دور كبير جدا تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل اسموز الموز بالطمر او بالعجوة ونقدم معاه كمان عسل واعتقد ان العصير ده الاطفال مهم جدا في بناء المرحلة الاولى من اجسامهم معنا موز اشهر الموز الحلو ده كده الشكل ده كده كتير انا شخصيا من الناس ديت مش بتحب تاكل الموز كتير يعني حب اشربه مع لبن مع لوز مع زبادي انما يعني قبل سكسب مع الموز اصطدم انه هو بقى مفوش سكريات فيه حموضة الموز ماكونش مستوي الجوي ده انا مش بحبه اه فانا بحب دايما العصير الموز بقى اشكاله بقى بقى ايس كريم ماشي مع حليب ماشي مع شوفان ماشي مهم جدا معنا شوية حليب والحليب هنا يكون حليب مسلج خلي بالك لازم يكون هنا المعالي اللي بتستخدميها وكل ادواتك اللي بتستخدميها بعيدة عن البصل والتوم ده مطلوب منك معنا الطمر وحزاري يكون فيه نواية في الطمر ده نحط الطبقة كله براحتنا زي ما احنا عايزين ننزل بالعسل ويجعل ايامنا كلها عسل يا رب اعتقد ان العصير ده فوائد بتاعته كتير قوي لا تعد ولا تحصل احنا مش مستنين حد يتكلم عن العسل وفوائده او عن الطمر وفوائده الموز اه رياضيين اطفال كبار سن صغار سن اه العصر كله نزل اه اه الواوي الماء المسلج كل اللي حاجات ده على فكرة ممكن تحط الموز قبل الاستخدام في التلاجة او في الديفريزر كمان والطمر برضه تحطيه في التلاجة يعني تريحي نفسك انك يكونش عندك مكعبات من التالج اه دي وسيلة انك تعمل اللي سموزي ايه الوسيلة عم مش شيف الطمر ده يتحط في الدفريزر شوية يتجمد يبقى يا اخوة اخد برودة عالية الموز نفس الطريقة الحليب نفس الطريقة وده بعدين تخلطون كلهم في قلب الخلاط زي ما انا هشغل الخلاط كده دلوقت اه اشتركوا في القناة موسيقى 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 اهدر 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 portريات موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة زي الفل اللي عادي حالياتنا النهاردة فيها تفاصيل فيها خبرة طهوية فيها ثقة إن كنت عايزة تعملوا مكارونا بالجنبري شفتي عمل نعمة عبعد إزاي أما حاجة إن كنت تحط السوائل تبقى فيه نسبة وتناسب عشان المكارونا في الآخر يبقى فيها نسبة الجوز اللي انت عايزها وانت بتعملوا المكارونا اللي كنت رسمها في ذهنك عايزة تعملها في الفرن أنا عملتها اختيار اخترتوا حضراتكم إن إحنا نعملها على عين البتجاز أو لدخلها الفرن عملنا عصير بتاعنا جميل سموزي بالطمر مع العسل جميل جدا على فكرة وفيه أطفال كتير وأنا منهم مش بحب أكل الموس دايما أحب أشربه كعصير معنا السمك الفليل إشر بياض ده إشر بياض على فكرة عملنا بيكاتة ممكن نعمل الفليل بورتي بس نختار السمكة اللي هي وزنها خمسمائة جرام فوق ستمية سبعمية ما فيش مشكلة بناخد الفليل بتاعها ونشتغل بنفس المدرسة بس خلي بالك البورتي فيه شوية حسك زيادة فأكون حريصة في أنك تخطأ تجي تنقي منه الشوك أو الحسك بطريقة كويسة تفاصيل صغيرة في أكلة سمك النهاردة ما فيهاش تكلفة ولا حاجة فيها خبرة طوية فيها وقت وليل جدا في المطبخ بس عشان إحنا هوا فكسرنا من الوقت وعدنا نتكلم مع بعض شوية ولكن لو أنا مع نفسي تخلط المطبخ أعمل الأكل ده زي ما قلت قبل الهوا بالزبط عشر دقيق وأحطم على النار واطلع برة أشوف لأي شغلنا تانية رؤية فن إبداع بنشوفوا كل يوم عشانة القناة الأولى والفضايا المصرية من ماس بيرو ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر